إذا كانت الدولة في الأساس فقط تكون مهمتها تيسيرية كما ذكرتم وبقية الإجراءات يقوم بها المجتمع ويقوم بها التجارة كيف نفهم ذلك؟ الإسلام ربط قضية الزكاة بالحاكم ولم يتركها للناس أن يتصرفوا فيها كما يشاءون طبعا هذه ليست على إطلاقها يعني من قديم علماؤنا رحمهم الله من المفسرين والفقهاء قالوا قول ربنا جل جلاله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها هذا خطاب للإمام نعم لكن في الأموال الظاهرة دون الباطنة الأموال الظاهرة هي الزروع والثمار وبهيمة الأنعام أما الأموال الباطنة فتشمل زكاة النقود وتشمل زكاة عروض التجارة ولذلك الآن حتى في التجارب والأراضي وما شابه هذه أيضا من الظاهرة لكن الآن في التجارب المعاصرة للزكاة خاصة ما كان في السودان مثلا تجد بأن أغلب الجباية إنما تكون من هذين من الأموال الظاهرة من الزروع والثمار ومن بهيمة الأنعام لكن كانت القوانين تطبق على التجار وعلى الوظفين حتى في الرواتب ما استطاعوا ما استطاعوا أن يستخلصوا إلا جزءا يسيرا وأنا أعرف يعني بعض التجار ممن حصل على الوسام الوسام الرئاسي في دفع الزكاة وأنا أعلم يقينا أنه ما كان يعطي الدولة إلا ربع زكاته أو دونها هذا أعلاهم لماذا؟ لأن هؤلاء الناس الذين يدفعون الزكاة عندهم أهلون وهم يعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثمتاني صدقة وصلة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة عندي درهم قال أنفقه على نفسك قال عندي ثاني قال أنفقه على أهلك قال عندي ثالث قال أنفقه على ذوي رحمك ثم قال وعندي آخر قال فأنت أعلم به فالمقصود بأن أصحاب الأموال عندهم مصارف يعرفونها وعندهم ناس يثقون به وهل تصرفهم هذا هو تصرف شرعي؟ تصرف صحيح لماذا قاتل أبو بكر مانع الزكاة؟ مانع الزكاة في الأموال الظاهرة في الأموال الظاهرة التي يبهيمت الأنعام والزروع والثمار ولذلك حتى الإجراءات التي كانوا يلجأون إليها من القسم والكذا والتضيق هذه حقيقة ليست محبذة في شريعتنا أن يكون كلام المسلم دائما محمولا على الكذب وأن يضيق عليه ونحن نعلم بأن أغلب الناس والحمد لله رب العالمين يخرجون زكاة أموالهم طيبة بذلك نفوسهم لكن الواحد منهم يقول لك أنا ما يمكن يكون عمتي وأختي المتزوجة ولها أولاد أو لها إيتام وكذا أدعهم في مسغبة وأعطي الزكاة للدولة